أبل كال أوتو فإلى سوف مدرس ألماني للفلسفة من 1922 ميلادي جدد الفلسفة المتعالية التعنطية من خلال ربطها بلغة الاتصالات الحديثة فعنده أن اللغة هي الكم المتعالي الأول أي تشكل شرطاً طبالياً لكل صحة فهم وقد انصب بحثه أيضاً على إقامة روابط وثيقة بين التقاليد الأنجلو السارسونية في الفلسفة التحليلية والتقاليد الأوروبية القرية في الفينومينولوجيا والوجودية ونظرية التفسير وفي إطار نظرية مجتمعية فحصة عن شروط نرد حقيقة للإديولوجيا كان طريباً في تفتيره من يوردان هابرماس ومتميزاً عنه في آن معان ومن مؤلفاته فتاة اللغة في معصر الأنسية من دانتي إلى فيتو 1963 ميلادي تحول الفلسفة 1973 ميلادي الصاميوطيط المتعالية فلسفة أولى 1977 ميلادي كيف نفهمها برماس ضدًا علىها برماس 1989 ميلادي تحول الفلسفة 2014 مموسون جونة